موسيقى خلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة أسوان رئيس الوزراء يوجه الشكر للأطقم الطبية على جهودهم في مواجهة فيروس كورونا السيطرة على حريق شب في خط البترولي الخام شقير مسترد بأول طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوية مجلس نواب الليبي يدعو القاهرة إلى اتخاذ ما تراه لحفظ الأمن القومي للبلدين كيف يبدو العالم في هذا الصباح؟ هذا ما سنحاول أن نجيب عنه ضمن هذه الفترة الإخبارية الشاملة التي تأتيكم من قناة نيل الأخبار فأهلا بكم نتحول إلى تفاصيل الأنباء حيث عرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تقديره واحترامه لجميع أفراد الأطقم الطبية الذين قاموا وما زالوا يقومون بواجبهم في رعاية المصابين والمرضى بفيروس كورونا بكل هم جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها مدبولي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة أسوان زيارة لمحافظة أسوان لتفقد المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بها استهلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتفقد تطوير الوحدة الصحية بمنطقة الخزان غرب والتي ستسهم في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة حيث أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على توفير خدمة صحية متميزة في كافة المحافظات كما وافق رئيس الوزراء على توفير 250 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أسوان جاء ذلك خلال تفقده أعمال مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بطريق السادات بمدينة أسوان في إطار اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجال مياه الشرب للارتقاء بحياة المواطنين وفي ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتبارا من بداية يوليو الجاري وفي إطار حرص الدولة على الحفاظ على تراسها ورعاية الأماكن الأسارية جاءت زيارة رئيس الوزراء إلى متحف النوبة الذي يضم قطعا أسارية من مختلف العصور تصل لا أكثر من سلاسة آلاف قطعة أسارية اختيرت من مختلف المناطق الأسارية حيث اطمأن مدبولي على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمتحف كما تفقد رئيس الوزراء أعمال التطوير التي يشهدها السوق السياحي بمدينة أسوان واستمع إلى شرح عن أعمال تطوير ميدان المحطة ومبنى المحافظة والتي تقدر بتكلفة قدرها نحو سمانين مليون جنيه كما تفقد رئيس الوزراء المحور البديل لخزان أسوان الذي يتم تنفيذه بتكلفة قدرها مليار وخمسمائة مليون جنيه وسيسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد وتخفيف مرور الحمولات السقيلة كما قدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير لكافة أفراد الأدقم الطبية لما قاموا وما زالوا يقومون به من واجبهم المقدس في رعاية المصابين بفيروس كورونا بكل ضمير جاء ذلك أثناء تفقده مستشفى أسوان بالصداقة المخصصة للعزل الصحي لمرضى كورونا كما تفقد مدبولي مشروع الشريط النهري السياحي بمدينة أسوان الجديدة الذي يقام على مساحة أكثر من عشرة آلاف فدان حيث أكد مدبولي على اهتمام الدولة بإقامة المدن الجديدة بصعيد مصر بنفس الجودة لتحسين حياة المواطنين كما تفقد رئيس الوزراء محور كلابشة على النيل وأعمال ازدواج طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى إدفو والذي يعد من أهم المحاور التي يتم تنفيذها على نهر النيل لربط الشرق بالغربي للإسراع بمعدلات التنمية في أسوان والمحافظات المجاورة أحمد أبو الحسن النيل أمر النائب العام المستشار حمد صاوي بفتح تحقيق في وقعة حريق خط المزوت بطريق القاهرة الإسماعيلية وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن فريقا من أعضاء النيابة العامة انتقل إلى موقع الحريق لمعينة مسرح الحادث مضيفا أن فريقا آخر قم بسؤال المصابين هذا ومن المقرر أن يصدر بيان لاحق عن الميابة العامة للإعلان عن ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان إصابة 17 شخصا من جراء حريق شب على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي والذي تمت السيطرة عليه بعد الدفع بـ 15 سيارة إسعاف لموقع الحادث كان رئيس شركة نبيب البترول عماد عبدالقادر قد أعلن السيطرة على الحريق الذي يشبه في خط خام شوقير مصطرد في أول طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة نتيجة عن تزاحم السيارات بالطريق مما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب هذا ويتابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي من أسوان الحريق الذي نشب بطريق الإسماعيلية الصحراوي وذلك من خلال اتصالات مع وزير البترول ومحافظ القاهرة هذا وقد أشرف دكتور طارق الملة وزير البترول واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على أعمال إطفاء الحريق الذي أسفر أيضا عن تفحهم 31 سيارة ومعرض للسيارات أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم عن تقدم 87 مرشحا خلال اليوم الرابع لتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ ليرتفع بذلك إجمالي عدد من تقدم بأوراق ترشحهم خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 469 مرشحا وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن غرفة عمليات الهيئة تابعت فتح جميع لجان المتابعة البالغ عددها 27 لجنة في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية مضيفا بأنه عقب غلق باب الترشح ستعلن الهيئة القائمة المبدئية للمرشحين سواء بالنظام الفردي أو القائمة كما أكد رئيس الهيئة العامة للانتخابات أنه سيتم فتح باب الطعن على القائمة أمام محكمة القضاء الإداري وستقوم محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون وتعلن القائمة النهائية للمرشحين في 26 يوليو الحالي ومعها تبدأ فترة الدعاية الانتخابية يرفع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا تقريرهم النهائي عن مسار المفاوضات إلى دولة جنوب إفريقيا تمهيدا لعقد القمة الإفريقية المصغرة كانت المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التي أسفرت على مدار 11 يوما التي استمرت على مدار 11 يوما قد اختتمت أمس لاثنين وقد عقدت اجتماعات للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاثة بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة تل ذلك اجتماع لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان القانونية والفنية التي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسة بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي رحب مجلس النواب الليبي بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا داعيا القاهرة إلى اتخاذ ما تراه لحفظ الأمن القومي للبلدين كان المتحدث باسم الجيش الليبي قد أكد أن تدخل تركيا في ليبيا يهدف إلى تثبيت التنظيمات الإرهابية وأن الجيش الليبي يرصد تهديدات الهجوم على مدينتي سرد والجفرة حالة من التوتر تسيطر على أجواء المنطقة جرأ انتهاك النظام التركي لسيادة الدولة الليبية وتدخلات السافرة في شؤونها وتصريحات أنقرة بتدخل عسكري من أجل الحفاظ على عائدات النفط التي سلبته ميليشيات ما تسمى بحكومة الوفاق المدعومة من نظام أردوغان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أكد أن تدخل تركي يهدف لتثبيت التنظيمات الإرهابية وأن الجيش الليبي يرصد تهديدات الهجوم على مدينتي سرد والجفرة رصدنا خلال الأيام الماضية تسعيد تركي باتجاه إطلاق معركة ضد القوات المسلحة في منطقة سرد والجفرة هذه التهديدات جاءت على لسان وزير الخارجية التركي نحن نرصد كل تحركات في معركة حقيقية في حرب من دولة أجنبية غازية إلى أراضينا وبالتالي نحن في حالة التعداد ودفاع مشروع عن بلادنا وعن شعبنا وعن مقدراتنا على الليبيين الآن أن يقفوا صفا واحدا ضد المخططات الأجنبية في ليبيا وخاصة المخطط الأردوغاني وشدد المسماري على أن تركيا تبسط سيطرتها على غرب ليبيا بالكامل وتعمل على دعم الميليشيات الوصول إلى الجنوب الغربي وأن تركيا تقوم بقيادة المعركة والتحشيد للهجوم على سيرت من أجل الوصول إلى منطقة الهلال النفطي والسيطرة على البلاد مجلس النواب الليبي من جانبه أوضح في بيان له أن الاحتلال التركي يمثل تهديدا مباشرا لليبيا ودول الجوار وفي مقدماتها مصر وهذا التهديد لن يتوقف إلى بتكاتف جهود دول الجوار العربي ودع البرلمان الليبي القوات المصرية إلى تدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن البلدين كما رحب البرلمان بما جاء في كلمة رئيس السيسي بشأن ليبيا دعينا القاهرة إلى اتخاذ ما طره الحفظ أمن البلدين القومي أما الموقف الأوروبي فجاء منددا بالموقف التركي حيث طالب مناسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي يوسيب بوريل أنقرة باحترام التزاماتها بموجب مخرجات مؤتمر برلين في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الفرنسي مانويل مكروه في كلمته إلى القوات المسلحة بمناسبة العيد الوطني دعا إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات ولحوار سياسي ووضع حد لتدفقات كميات هائلة من الأسلحة والمرتزقة إلى هذا البلد مستنكرا أتدخل التركي في الأزمة الليبية نتحول بكم لمتابعة تطوراتنا ملف جائحة كورونا ونبدأ من هنا من مصر حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 569 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات المختلفة وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ارتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 25544 ألف شخص وأوضح دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثابتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لافتا إلى وفاة 73 حالة جديدة أما على مستوى العالم فقد أودى فيروس كورونا بحياة 574 ألفا و 278 شخصا في مختلف أنحاء العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي وذلك وفقا لما أعلنته وكالة فرانس برس وقد سجلت رسميا إصابة أكثر من 13 مليون و 178 ألفا و 180 شخصا في 196 دولة و منطقة بالفيروس وذكرت الحصيلة تعافية 7 ملايين و 96 ألف شخص على الأقل من المصابين جدير بالذكر أن هذه الأرقام لا تعكس إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات على مختلف أنحاء العالم إذ أن هناك دولا عدة لا تجري فحوصات إلا للحالات الأكثر خطورة بينما تعطي دول أخرى أولوية لإجراء التحليل بهدف تتبع مخالط المصابين في مدينة نيويورك قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إن أزمة كوفيد 19 سوف يصبح لها تداعيات سلبية كبيرة في المستقبل أنا هنا اليوم لا لأخبركم أن كل شيء أصبح على خير ما يرام يجب علينا أن نكون أمناء مع أنفسنا أزمة كوفيد 19 سيصبح لها آثارا سلبية طاحنة في المستقبل بسبب الإخفاقات التي تعرضنا لها في التعامل مع تلك الأزمة في ماضينا وحاضرنا أما على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية فقد سجلت ولايات ألباما وفلوريدا ونورث كارولاينا زيادات قياسية في الأعداد اليومية للوفيات بفيروس كورونا وذلك حسب تحليل لوكالة رويترز وكشف التحليل أيضا ارتفاع حالات الإصابة في 46 من أصل 50 ولاية أمريكية وبدأ عدد الحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها يوميا في الارتفاع منذ حوالي 6 أسابيع خاصة في الولايات الجنوبية والغربية مثل أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتيكساس وهي ولايات سارعت إلى عدة فتح الاقتصاد ورفعت القيود التي ساعدت سابقا في السيطرة على انتشار الفيروس وفي أمريكا اللاتينية قالت وزارة صحة البرازيلية أن البرازيل سجلت 41 857 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد وذلك في الساعات الاربع والعشرين الماضية كما سجلت 1300 حالة وفاة إضافية يرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البرازيل إلى 926 824 حالة كما ارتفع عدد الوفيات إلى 74 133 حالة عادت مناطق عدة في العالم إلى فرض إجراءات الإغلاق مرة أخرى بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا ففي الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت ولاية كاليفورنيا توسيع نطاق إغلاق المطاعم ودور السينما والحدائق العامة فيما شددت أستراليا الرقابة على الحدود وألغت خططا لمعاودة فتح الحدود بين بعض الولايات بعد تخفيف إجراءات العزل الذي دام لأسابيع قليلة في محاولة للتعيش مع كورونا عاودت مناطق عدة في العالم فرض إجراءات الإغلاق مرة أخرى لمواجهة التزايد الحادي في حالات الإصابة بالفيروس وسط مخاوف شديدة من موجة تفش أخرى أكثر شراسة فقد أعلنت ولاية كاليفورنيا إحدى البؤر الرئيسية للوباء في الولايات المتحدة عن توسيع نطاق الإغلاق في المطاعم والحانات التي تستقبل الزبائن في صالات داخلية وكذلك دور السينما وحدائق الحيوانات وفي لوس أنجلوس لن يعود ستمائة ألف تلميذ إلى صفوفهم في منتصف أغسطس كما هو مخطط لكنهم سيحضرون حصصا دراسية عبر الإنترنت حتى يتحسن الوضع الصحي أستراليا أيضا شددت الرقابة على الحدود وقيادة ارتياد الحانات وألغت ولاية جنوب أستراليا خططا لمعاودة فتح حدودها مع نيو ساوث ويلز في العشرين من يوليو الجاري في حين فرضت ولاية كوينزلند حجرا صحيا إلزاميا لمدة أسبوعين على الأشخاص الذين زاروا منطقتين في الضواحي الغربية لمدينة سيدني يأتي هذا فيما استعدت شركة ديزني لإغلاق متنزه ألعابها في هونغ كونغ وكثفت اليابان من عمليات التتبع لمواجهة قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بأنحاء قارة أسيا وفي مدينة بنجالور الهندية بدأ أسبوع جديد من الإغلاق بعد ارتفاع في حالات الإصابة عقب تخفيف القيود حيث قفزت الحالات من نحو ألف حالة في يونيو الماضي حين اعتقدت المدينة أنها نجت من أسوأ مصير إلى نحو عشرين ألف حالة العودة إلى الإغلاق تأتي وسط تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من أنه لن تكون ثمة عودة إلى الوضع الطبيعي في المستقبل المنظور أما على صعيد الأبحاث العلمية لمواجهة جائحة كورونا فقد أكد باحثون أمريكيون نجاح اللقاح التجربي الذي أنتجته شركة مودرنا في تحقيق استجابات منعية في الجسم ضد فيروس كورونا ومن جانبها أعلنت الشركة الأمريكية أن التجارب السريرية للقاح ستدخل المرحلة النهائية بعد حوالي أسبوعين لقاح كورونا الذي تنتجه شركة مودرنا الأمريكية أمن ويحفز الاستجابة المناعية هذا ما أفد به باحثون أمريكيون في مرحلة مبكرة من الدراسة التي لا تزال مستمرة وبحسب الباحثين لم يعاني أي متطوعين في الدراسة من أثار جانبية خطيرة ولكن ما يزيد عن نصفهم شكوا من أثار خفيفة أو معتدلة مثل التعب والصداع والقشعريرة وألم العضلات أو الألم في موقع الحقن من جانبها أعلنت الشركة أن التجارب السريرية للقاح ستدخل المرحلة النهائية في 27 يوليو الحالي لتكون بذلك أول شركة تبلغ هذه المرحلة المتقدمة وستجرى التجارب السريرية النهائية على 30 ألف شخص بالولايات المتحدة سيتلقى نصفهم جرعات تبلغ الواحدة منها 100 مايكروغرام من اللقاح بينما سيتلقى النصف الآخر دواء وهميا وهذا الإعلان يضع شركة مودرنا في طريعة السباق العالمية من أجل التوصل إلى لقاح مضاد للوباء الذي أصاب أكثر من 13 مليون شخص بالعالم وأوقع ما لا يقل عن 575 ألف وفاة وكانت شركة مودرنا الأمريكية أول من بدأ اختبار لقاح لفيروس كورونا على البشر في 16 مارس الماضي بعد 66 يوما تقريبا من نشر التسلس الجيني للفيروس وتدعم الحكومة الاتحادية في واشنطن لقاح مودرنا بما يقرب من نصف مليار دولار واخترته كواحد من أوائل اللقاحات للدخول في تجارب واسعة النطاق على البشر وفي حالة نجاحه ربما يصبح هذا اللقاح نقطة تحول لشركة مودرنا التي لم يكن لديها أي منتج مرخص على الإطلاق أما على المستوى الأوروبي فيبدو أن هناك نجاحات تبدو في الأفق فقد انتقلت تجارب لقاح جامعة أكسفورد بشان فيروس كورونا إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وسيتم أعلان نتائجها نهاية الشهر الحالي وتتجه شركة الدواء البريطانية إلى توريد حوالي ملياري جرعة لجميع أنحاء العالم بعد التأكد من فاعلية اللقاح في الوقت الذي تسابق فيه دول عدة الزمن لإنتاج لقاح فعال لمواجهة كوفيد-19 انتقلت تجارب لقاح جامعة أكسفورد البريطانية إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وذلك بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية هذا ما أكده فريق علماء جامعة أكسفورد البريطانية ومن المقرر أن تشمل تجربة المرحلة الثالثة اختبار اللقاح على حوالي ثمانية ألاف شخص في بريطانيا وسيتم أعلن نتائجه نهاية الشهر الجاري وحتى الآن النتائج مباشرة بالخير ننتظر نشر نتائج المرحلة الثالثة على ما يبدو من النتائج الابتدائية كل شيء يسير على ما يرام نتمنى عند نشر النتائج أن تكون كل شيء كذلك على ما يرام وسيكون اللقاح في متناول يد بنهاية العام في السياق نفسه أثبت لقاح أكسفورد نجاحه في البرازيل حيث جرت التجارب على ضد مئات من الأشخاص ونجح اللقاح في تكوين استجابة مناعية ضد كورونا وكانت شركة الأدوية البريطانية أسترازانيكا قد وقعت عقداً مع حكومة المملكة المتحدة لدعم لقاح كوفيد 19 الذي طورته جامعة أكسفورد وتجرى التجارب البشرية على اللقاح في الوقت الذي توصلت فيه الشركة بالفعل إلى اتفاقية لتوريد حوالي ملياري جرعة في جميع أنحاء العالم بعد التأكد من فعليته ومع اقتراب إنتاج اللقاح نهاية العام الجاري يخشى بعض العلماء من أن اللقاح قد لا يوفر حماية طويلة الأجل ضد كوفيد 19 بالنظر إلى أن المرضى قد أصيبوا بالفيروس مرة أخرى إلى أن العلماء قد أكدوا أنه يحمي من الأعراض الخطيرة والتي قد تؤدي إلى الوفاة جراء الفيروس ابقوا معنا مشاهدين الكرام لا يزال بين أيدينا المزيد من المتابعة الإخبارية بعد قليل نتابع واشنطن تعتبر مطالبات بكين في بحر صين الجنوبي غير مشروعا أهلا بكم مجددا وإلى هده طايفة من أهم وآخر أخبار المال والاقتصاد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية على المصلحي انتهاء موسم توريد القمح المحلي لبوسم عام 2020 بنهاية يوم عمل اليوم الأربعاء وذلك بعدما استمر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء الموسم في منتصف إبريل من العام الحالي وأقل المصلحي أن هذا الموسم يعد واحدا من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلي نتيجة عدة عوامل ساهمت في تحقيق ذلك أبرزها دعم رئيس الوزراء ووزير المالية من خلال توفير المبالغ المالية اللازمة أسبوعيا وأضاف المصلحي أن معدل التوريد وصل إلى ثلاثة ونصف مليون طن وبهذا يكون قد تم تحقيق المستهدف منوها بأن هذا الرقم يعد أعلى معدل توريد خلال السنوات السابقة أكد وزير المالية محمد معيط أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالي ولمدة ثلاثة أشهر تهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة وأضاف معيط أن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة في هذه المبادرة الرئاسية أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر إبريل الماضي بحوالي 92 مليار جنيه لتسجل 4.518 تريليون جنيه وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالية أرصدت التسهيلات لاقتمانية الممنوحة من البنوك وصل إلى حوالي 2.112 تريليون جنيه في نهاية إبريل بارتفاع وصل إلى 258 مليار جنيه كما أعلن البنك عن ارتفاع حجم سيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من العام المالي 2019-2020 لتصل إلى حوالي 4.353 تريليون جنيه في نهاية إبريل الماضي تراجع أداء معشرات البرصة المصرية في ختم تعاملات جلسة الثلاثاء في ظل عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين قابلتها عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب وقد سجل رأس المال السوقي لأسفم الشركات المقيدة بالبرصة 595.9 مليار جنيه في ظل تعاملات وصلت إلى حوالي 1.1 مليار جنيه وتراجع المؤشر الرئيس للبرصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.22% كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة وصلت إلى 1.89% على المستوى العربي أعلنت البرصة السعودية أن تداول في أول منتج للمشتقات في المملكة سيبدأ في الثلاثين من أغسطس القادم وذلك في إطار خطوات لزيادة جاذبية البرصة لدى المستثمرين الأجانب وقد طبقت السلطات السعودية مجموعة من الإصلاحات لاستقطاب مشتري ومصدري الأسهم من الخارج في إطار جهودها لجذب رأس مال أجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وفي عام 2019 انضمت البرصة السعودية لمؤشر فوتسي العام للأسواق الناشئة ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة مما جذب المزيد من تدفقات الأموال الخارجية في أسواق النقد الأجنبي صعدت دولار الأمريكي الثلاثاء حيث قوض التوتر الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والصين وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا قوض ثقة المستثمرين على الرغم من أن التحركات في سوق العملة كانت محدودة وقد رجع اليورو بنسبة 1 من 10% مقابل الدولار ليسجل 1.13 دولار ونزل الدولار الأسترالي بنسبة 1 من 10% ليصل إلى 69 من 100 دولار أمريكي فيما انخفض اليوان الصيني إلى 7.1 مقابل الدولار في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار ذهب أمس الثلاثاء لتعود فوق مستوى 1.800 دولار للأوقية بدعم من القلق بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا على امتداد العالم ومع استحداث مناطق كثيرة للقيود لإحتواء انتشار الفيروس وقد صعد الذهب بنسبة 3 من 10% ليصل إلى 1807.7 دولار للأوقية ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة بنسبة 1 من 10% لتصل إلى 19.10 دولار للأوقية فيما تراجع البلاتين بنسبة 5 من 10% ليصل إلى 824.23 دولار للأوقية عودة لبقية انبائنا بعد هذه الطائفة من أخبار المال والاقتصاد فقد تزايدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وذلك بعد تصريحات وزير الخارجات الأمريكي مايك بومبيو التي اعتبر فيها مطالبات بكين بموارد في مياه متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي اعتبر ذلك أمرا غير مشروع الأمر الذي أثر غضب بكين والتي قالت أن الموقف الأمريكي سيؤدي إلى زعزعة السلام والاستقرار في هذه المنطقة حرب كلامية محمومة وتغير في مواقف وسياسات استمرت لعقود كلها أمور توحي بتفاقم التوتر المشتعل بالفعل بين الولايات المتحدة والصين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تصدر المشهد في هذا الأمر حيث أعلن أن بلاده سوف تتعامل مع سعي الصين للاستحواز على الموارد في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي بوصفه أمرا غير مشروع مما شكل مزيدا من الضغوط على العملاق الأسيوي كما قال بومبيو إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تحذيل الرئيس التنفيذي لهونغ كاري لام من أن الانتخابات الديمقراطية التمهيدية في المدينة قد تمثل خرقا للقانون الصيني الجديد للأمن القومي وذكر في بيان أن واشنطن سوف تتابع عن كثب التطورات في هونغ كونغ وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المجلس التشريعي هناك والمقررة في الثالث من سبتمبر القادم الصين لم تنتظر طويلا وردت بقوة على تصريحات الوزير الأمريكي التي وصفتها بأنها ستجلب الدمار للمنطقة تصريحات بومبيو تتجاهل التاريخ والحقائق في ملف بحر الصين الجنوبي هذه التصريحات تشكل انتهاكا للقانون والأعراف الدولية كما تتدمر السلام والاستقرار في المنطقة هذا تصرف غير مسؤول من الإدارة الأمريكية وترفض واشنطن مطالبات بيجين بالسيادة على مساحات واسعة من هذه المنطقة بما في ذلك جزر بارسيل التي غالبا ما تمثل مصدر قلق ودنت وزارة الدفاع الأمريكية إجراء الصين لمناورات عسكرية في مياه أرخبيل بارسيل المتنازع عليه والواقع في بحر الصين الجنوبي معتبرة أن من شأن هذه المناورات أن تزيد من زعزعة استقرار المنطقة وتزيد من زعزعة الوضع فيها التي تتنازع السيادة عليها كل من الصين، فيتنام وطيوان اليابان هي الأخرى أدلت بذلويها في هذه الأزمة وجاء على لسان كبير أمناء مجلس وزرائها يوشهيدا سوغا الذي أعرب عن دعمه للموقف الأمريكي الرافض لسيادة الصين على هذه المنطقة ما قاله السيد بومبيو يظهر التزام واشنطن أصار بسلام وأمن المنطقة وسط تزيد الخطر على الأمن الإقليمي نريد أن نعلن دعمنا للالتزام الأمريكي نراقب بقلق أنشطة الصين مؤخرا في بحر الصين الجنوبي هذا أمر يقلق المجتمع الدولي اليابان تعرض أي أنشطة تزعزع استقرار المنطقة سعت الصين في أواخر أبريل الماضي إلى تعزيز مطاربها الإقليمية عندما أعدنت أن برسيل وجزر سبارتلي المجاورة وضفة ماكلس فيلد والمياه المخيطة بها ستتم إدارتها ضمن منطقتين جديدتين تابعتين لمدينة سانشا التي أنشأتها الصين في عام 2012 في جزيرة يودي القريبة بعد حرب تعريفات جمركية بسبب ظروف عمل شركات صينية في الخارج وبعد تلاسل واتهامات بالتسبب في ظهور فيروس كورونا المستجد يأتي ملف بحر الصين الجنوبي في إطار تصعيد مستمر للأزمات المتراحقة ما بين واشنطن وبيجين التي يرى محللون أنها ستؤدي لسياسة الأرض المحروقة وأنها لن تسفر عن فائس تسببت الاشتباكات التي نشبت بين القوات الآذرية والأرمينية بالمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة في سقوط 16 قتيلا من الجانبين من بينهم جنرال أذربيجاني كانت المناوشات بين البلدين قد بدأت الأحد الماضي على الحدود المضطربة بين الدولتين الواقعتين في منطقة جنوب القوقاز لليوم الثالث على التوالي تجددت الاشتباكات العنفة بين أذربيجان وأرمينيا رغم دعوات دولية لضبط نفسها الاشتباكات المتواصلة بين البلدين جنوب القوقاز منذ الأحد الماضي هي الأعنف منذ سنوات وتثير القلق من تفجر نزاع كبير في المنطقة المضطربة ومن شأن اندلاع حرب بين الجمهوريتين السوفيتين السابقتين أن يؤدي إلى تداعيات أوسع نطاقا وأن يدفع الخصمين الإقليميين روسيا وتركيا باتجاه مواجهة مباشرة أذربيجان أعلنت الثلاثاء مقتل عدد من جنودها بينهم قادة بالجيش فيما أعلنت أرمينيا مقتل عدد آخر من جنودها في أول تأكيد لها لسقوط قتلى في الاشتباكات ومنذ الأحد أوقعت الاشتباكات بين الجانبين العديد من القتلى وتخوض أرمينيا وأذربيجان نزاعا منذ عقود للسيطرة على منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية جنوب غرب أذربيجان والتي سيطر عليها انفصاليون أرمينيون خلال حرب في التسعينات أدت إلى مقتل ثلاثين ألف شخص وقل ما تحصل معارك خارج تلك المنطقة لكن منذ الأحد أفاد الجانبان عن اشتباكات في مناطق شمالية على طول حدودهم المشتركة واستدعت الاشتباكات التي وقعت على بعد مئات الكيلومترات من ناجورنو كاراباخ صدور دعوات أمريكية وأوروبية وروسية إلى وقف فوري لإطلاق النار وزارة الدفاع الأذربيجانية قالت إن الجانب الأرميني استهدف مواقعها في منطقة تافش الحدودية في الشمال بقصف مدفعي وقذائف هو ورشاشات تقيلة وأضافت أن القصف طال أيضا العديد من القرى كما أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن القوات الأذربيجانية فتحت النار مجددا على القطاع الشمالي الشرقي من الحدود في منطقة تافش وفي العام 2016 كادت اشتباكات دامية في ناجورنو كاراباخ أن تشعل حربا بين الطرفين وتجري مجموعة مينسك التي تضم دبلوماسيين من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وساطة في محادثات حول نزاع بشأن كاراباخ لكن المحادثات تروح مكانها منذ توصل الاتفاق لوقف إطلاق النار عام 1994 نخرج إلى فاصل آخر ونتابع بعده المزيد من أنبائنا بعد هذا الفاصل في إطار جهود الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد الحكومة توفر كمامات للاستخدام المتكرر ضمن منظومة الدعم الحكومي عودة إلى جانب من تطورة شأن المصري حيث بدأت الحكومة في توفير كمامات للاستخدام المتكرر ضمن منظومة الدعم الحكومي في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد تم طرح الكمامات بسعر ثمانية جنيهات ونصف الجنيه للواحدة لكي تجعل أدوات الوقاية الشخصية متاحة على نطاق واسع في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بدأت مصر في توفير كمامات للاستخدام المتكرر ضمن منظومة الدعم الحكومي جنبا إلى جنب مع المواد الغذائية وسلع التموينية الحكومة قامت بطرح الكمامات بسعر ثمانية جنيهات ونصف الجنيه للواحدة كي تجعل أدوات الوقاية الشخصية متاحة على نطاق واسع كان هناك إنجاز التعبير استثمار أو استغلال لتواجد هذه المنافذ أو انتشارها ووجود بطاقة التموين مع 22 مليون أسرة نحن نطرح الكمامة الكمامة طرحها على البطاقة هو اختيار للمواطن يعني إحنا عندنا 19 سلعة تموينية من حق المواطن أنه يصرفها على مدار الشهر تم إضافة سلعة جديدة وهي الكمامة التي تم طرحها وهي كمامة قماشية مستدامة العديد من المواطنين أعربوا عن ارتياحهم لقرار الحكومة توفير كمامات للاستخدام المتكرر ضمن منظومة الدعم الحكومي مؤكدين ضرورة الالتزام بالإجراءات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا هي مصعرة بـ 8 جنيه ونص ولكن المواطن ما ندفعش فيها فلوس تسعيرها دي تسعيرها عشان التعامل ما بين المحلات التجارية والسركة المصرية والحكومة نحن بنعرف حتى أخذنا بضعب كام ونسلمنا بضعب كام لكن كمواطن مواطن بيأخذها مجانا وتواصل الدولة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أول بأول بشأن فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة ما أعلن الحكومة عودة النشاط الاقتصادي بكافة أجهزة الدولة وفي شأن مصري آخر تواصل الشركات المنافذة لمشروع تطوير مثلث مسبيرو أعمالها للانتهاء من الجدول الزمنية للمشروع والذي يعد نقلة حضارية للمنطقة التي ستشمل أبراجا سكنية وتجارية وإدارية حيث وصلت معدلة تنفيذ المشروع إلى نسبة 40% يتغير المشهد يوما بعد يوم هنا داخل منطقة مثلث مسبيرو والتي تشهد أعمال تطوير وتنفيذ على مدار 24 ساعة لمشروع قومي سيغير المنطقة من عشوائية لواجهة حضرية في قلب القاهرة حيث يجري العمل على قدم وساق من عمال وشركات للانتهاء من الجدول الزمنية للمشروع في مشروع الإسكان البديل وده الإسكان لراغبي السكان اللي كانوا موجودين اللي هم راغبين العودة إلى مسلث مسبيرو مرة تانية ده الإسكان البديل ده بيتكون من 12 برج فيهم 10 أبراج خمسة متصلين وخمسة متصلين هذه الأبراج تمثل 936 واحدة بمساحات مختلفة لراغبين العودة الجزء اللي احنا بنفس فيه عبارة عن خمس أبراج غير الجرشات تحت والبديومات في المشروع كمشروع تنفيذ محتاج جهد وده اللي احنا شغالين عليه بحيث اللي احنا نقدر ننفذ الجدول الزمني بتاعنا المطلوب في المدة المطلوبة مننا المرحلة الأولى لتطوير مثلث مسبيرو قد انتهت لتبدأ المرحلة الثانية من المشروع حيث يشمل التطوير وتنفيذ سلاسة أبراج سكنية مخصصة لمن وافق من سكان مثلث مسبيرو على العودة إليها بعد تطويرها إضافة إلى إنشاء مناطق تجارية وطرفهية وإدارية بتكلفة استثمارية تصل لعشر مليارات جنيه المشروع هنا عبارة عن برجين متصلين البرج فيه حوالي 468 واحدة سكنية ده الإسكان البديل ماشي؟ فيه شركة واخد برج وشركة أخرى واخد برج تاني بإجمالي 936 واحدة الخرصانات دي بتاعة المعمل حضرتك يعني فيه حاجات تبع الخرصانات بيقصوها بالتولومتر بيشوف الخرصانة الجودة بتاعتها بيجي حضرتك الاستشاري بيشوف الخرصانة مطبق الموصفات ولا لا؟ منطقة مسبيرو التي تقع في نطاق حي غرب محافظة القاهرة تعد من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالقاهرة والتي تقع على مساحة 75 فدان حيث وصلت لمعدلات تنفيذ بنسبة 40% جهود مكثفة لشركات وعمال يحملون راية البناء والتطوير لمنطقة تموثلس مسبيرو والتي ستغير العاصمة لوجهة حضرية طليق بتاريخها العريق مع توفير حياة كريمة لسكانها وتزويدها بكافة الخدمات والمرافق لتكون المنطقة فخرا وعنوانا حضريا للمواطن المصري من مشروع تطوير منطقة تموثلس مسبيرو وختم نذكر بأهم ما جاء بفتراتنا الإخبارية من عنوين للأخبار خلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة أسوان رئيس الوزراء يوجه الشكر للأطقم الطبية على جهودهم في مواجهة كورونا السيطرة على حريق شب في خط البترول الخام شقير مسترد بأول طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوية مجلس النواب الليبي يدعو القاهرة إلى التخاذي ما تراه لحفظ الأمن القومي للبلدين بهذا التذكير لها مؤخر عنوين الأخبار ننهي فترتنا الإخبارية الصباحية في الختام نشكر الزميل علاء الدين السيد صاحبنا مترجما محتوى النشرة إلى لغة الإشارة وللمزيد ممكنكم زيارة موقعنا على الانترنت نعيل دوت إي جي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر